هنا أدخل مباشرة إلى قضية إنه والله طيب ليش دائما نحن كل ما أرادت القوة الشعبية أن تلتف حول القوات المسلحة لتعزز من عظمها وتقوي من شحمها كما يقولون وتجعل على الأقل هذه القوات المسلحة تشعر بأنها مسنودة ومدعومة من شعبها وليست عارئ كمكشوفة الظهر لأن أي قوة مسلحة تشعر بأنه ظهرها مكشوف دائما ما تحاول تستسلم وطه لكن كل ما رأينا بأن هناك احتشاد ونالك تحرك وهناك التفاف حول القوات المسلحة إلا ونجد في مشكلة إنه والله طرح قضية المفاوضات طرح قضية المفاوضات ليس عيبا عموما حتى نكون أيضا صريحا ليس عيب إنه والله في محطة من المحطات أن تذهب إلى المفاوضات نعم استراتيجيا ماذا تعني هذه القضية قضية أن كل ما احتشد السودانيون والسودانيات معنى ذلك بعيدا عن التشخيص معنى ذلك هناك من لا يريد حسم الأمر لصالح القوات المسلحة مع حاضنة الشعب أو هناك من يريد أن يكون ما يسمى في علم الاستراتيج توازن الضعف إنه والله حتى نفترضنا الطرف الآخر الضعيف لكن يجب أن لا يكون الذي يقابله قوي وبالتالي توازن الضعف الذي يجلس الطرفين في كل الدنيا دائما المؤسسة الرسمية المؤسسة التي تعبر عن الشعب وتعبر عن الدولة وتعبر عن الكل الجمعي يفترض أن تكون هي في الوضع الأقوى ولكنها تمتلك من الرشد ما يجعلها تقدم التنازلات المدروسة للطرف الآخر التي تحتويه لكن الذي يذهب بمنطق توازن الضعف معنى ذلك هناك مشروع سيفرض على الطرفين من هذا كلنا الآن نكاد نعرف تماما بأن والله إذا كانت الحرب ليست داخلية محضة واليوم الموضوع تقريبا تجاوز قضية التمرد كما تفضلت الناس الآن حتى السلطة نفسها سمت تقريبا بأن هناك جهة تدخلت بصورة واضحة تمد بالمال بالرجال بالرواتب بالتخطيط بالبرمجة بالإشراف على الإعلام بالتأثير حتى على منصات الأمم المتحدة وهي دولة الإمارات إذن أنت الآن أمام جهة خارجية تؤثر في المشهد السياسي تؤثر في مشهد رسم الدولة السودانية التي يراد للسودانين أن يكونوا في داخلها وأصحابها الأصلين فيبقى لمصلحة من يتم إضعاف تقريبا القوات المسلحة لمصلحة من يحاول الناس مثلا أنه والله لا يحصل التفاف خلف القوات المسلح وهنا حتى أكون أكثر شفافية نحن ندرك تماما منذ سقوط النظام السامق وهو سقوط نظام البشير 2019 ما هو الهدف المركزي لفولكر والرباعية هو فقفكة القوات المسلحة أليس كذلك؟ طيب لا زال المشهد تؤثر فيه ذات القوة بس فولكر تنحى ولكن الآن دخلنا فيه بدل كانت الإدارة النائمة دخلنا في الإدارة الخشنة اللي هو والله الآن أنت أمام حرب المحير في الموضوع أي المحير في الموضوع يفترض أن يقوم من هو على رأس القوات المسلحة يعمل على نقيضة الاستراتيجة المقابلة اللي هو رأس الجيش والمؤسسة العسكرية يفترض أنه والله من يريد إضعافي في المفاوضات من يريد إضعافي في الحاضن الشعبية من يريد أن يجرني بأي شكل من الأشكال حتى يحصل نوع من توازن الضعف ألا أستجيب له قد تستجيب أنت في لحظات في لحظات الهزيمة ليس عيبا خلاص أنت وصلت إن والله ليس أمامك إلا أن تفقد الكل أو أن تبقى على شيء مما أنت عليه ما في مشكلة أمشي وفاوض وأبقى على ما يمكن أن يبقى عليه لكن أن تكون هناك والله حالة من الحراك المجتمعي التي تعطي رسالة على الأقل لكل صالح قرار سياسي أو حتى في الطرف الآخر ربما رأينا كيف أن أكثر المنزعجين من قضية التدافع الشعب من هو هي نفس قوات التمرد وكوادرها وأحزابها التي تشكل لها الحاضنة السياسية طيب إنت إذن في وضع قوي يفترض أن تذهب إلى المفاوضات بوضعيته بوضعية أنت فعلا لست ضعيفا لكن للأسف الشديد يبقى ندخل إن شاء الله في سؤالك هل فعلا يمكن أن نتوقع جلوس البرهان ما حمدتي قريبا يعني هل هذا الموضوع وارد أنا أقول معطيات الواقع لمن يقرأ السياسة بشكل صحيح شكل صحيح ما كان يمكن أن يذهب أي شخص هو على رأس القوات المسلحة قبل استرداد منطقتين أساسية قالوا استرداد الخرطوم استرداد ودمدن أنا لا أقول بعد ذلك يستبعد أنه الآن عندك أيضا هناك مناطق كثيرة جدا دارفور كاملة موجودة وبالتالي في هذه اللحظة قبل أن يحصل استرداد الخرطوم وأن تكون تحت القوات المسلحة وقبل أن تسترد أيضا مدني باعتبارها كذلك مدينة وازنة في الوسط أنا أعتقد الزهاب سيؤدي بنا مباشرة إلى نتائج قد تكون نتائج كارثية وهي فرض القوى المتمردية بقوة السلاح لأجندتها السياسية ولأجندة من وراء هذه القوى نعم